يكون مديم من فنانية. طب ممكن نقول حاجة اسلام عشان حاجة دهما. انا حس ان احنا بدأنا الموضوع من النص. حي. الموضوع الاختيار. اختار اللعيبة. طيب ما نبدأ من الاول خالص. احنا اللعيبة دي. يعني هتطلع ازاي اساسي. اي اختيارات لأي منتخبات في الدنيا. يعني هتطلع ازاي. اي اختيارات لأي منتخبات في الدنيا. بتبقى من المسابقات اللي عندك. صح. واخد بالك المسابقات دي. كويسة. بلعب فيها. مش لعيبة قطاعات ناشئين. صحيح. طب. انت بتعمل ايه في قطاعات الناشئين. عشان تطلع لعيبة. ممكن تختار منها حد كويس. المسابقات نفسها. انت عندك ملاعب كويسة. تفرز كورة كويسة. عندك قطاعات ناشئين. ما بتكلمش على اندية. انما احنا مثلا. انا بتكلم بقى على مستوى القاهرة. كبتين فتح عارف طبعا. عندنا حوالي مية وعشرة نادي ومركز شباب اللي داخلين في المسابقات. طيب. انت القطاعات الناشئين بتاعتها عاملة ازاي. المدربين اللي مسكين اللعيبة دي. وهم صغيرين. عشان يطلع لعيب. متعلم كورة كويس. عنده موهبة. بتنميل الموهبة. او بتحاول تزوده. هل انت عندك كفاءات ومدربين يقدروا يطلع. انا احنا و احنا صغيرين. مين اللي كان بيضر. كابتن فتحي. كابتن سايس. كابتن عمرا بول ماجد. كابتن جواري. كابتن عواضيني. كابتن جواري. بيعلم. بيعلمنا. بيعلمنا الكورة. بيعلمنا الشخصية. بيعلمنا الالتزام. بيعلمنا الكلام ده كله. كابتن سيد طباخ. فسكدرين. يعني ناس كتيرة على مستوى اسلام. طيب. احنا هل حد عارف احنا بندير المسابقات ازاي في القاهرة. هل انت عارف الملاعب اللي موجودة عاملة ازاي اللي هي ممكن تطلع لعبك ويسا. بل بالعكس في لعبك بتتصاب. هل حد عارف ان تلات تربع الموتشاط اللي عندنا دي ممكن تيجي في الدور التاني. موتشاطها ما يتلعبش عشان الناس بتعتذر. لان كل دلوقتي مستثمرين شارين فرق. هو عايز يجمع فلوس. فبالتالي اللي بيختارهم عشان يلعبوا المسابقات دي ممكن يكون ما عندهمش فكرة. او نص نص. بس هو بيدفع. فبياخدوا. وبياخد اسم نادي وبيلعب بيه. عشان اللي بقاء معها كرنيل التحاف. الملاعب نفسها بتلاقي ملعب. بتلاقي عليه قطاعات وجمهورية ومنطقة. وا 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 وا. ملاعب لا تصلح انها تطلع لعب كويس اللي انت بتقول بعد كده انا هختار. بس بطريقة يعني.